مرحبا بكم مشاهدين الكلام في موعد نشاتكم الجوزة اللي طلع لكم من قناتكم قناة الوطنية نبدأ ونشاتنا الجوزة بهذا المنظر الطبيعي الجميل اللي اختناه لكم نهار اليوم اللي عبر اكيد عن جمال بلدنا الجزائر نروح بكم هاد المغارة مغارة بنعاد من تلمسان اذا بنسبة الوضعية المرتقبة ان شاء الله لنهار اليوم الفاتح من قوت استقرار جوزة رح يكون في الموعد اصفة على اغلبية الولايات السحلية الداخلية ولاية ثاب العرية نترقب بعض زواب عاملية نقول للمشاهد الكريم الحيطة والحذر خاصة لمستعملي الطرقات على بشار على ثمن راس جانت وإليزي درجة حرارة ان شاء الله درجة حرارة رح تبدأ تنزل تدريجيا ابتداء من فاتح أوت ان شاء الله اما الرطوبة تبقى عالية بعد الظاهرة على اغلبية الولايات السحلية الوسطى الشرقية والغربية درجة حرارة المنقل عليها فصلية نسجن مقياس ثلاثين درجة مئاوية على الجزاء العاصر موضوع وحيها ثلاثين درجة مئاوية على عنابات طارف سكيكتال قالة ترتفع بمقياس أربع درجات على وهر مستغانم درجة حرارة نقول عليها عالية على السعيدة على غيليزان على إذا نسجن مقياس ثلاثين وابعين درجة مئاوية خمسة وثلاثين درجة مئاوية على تلمسان منطقة الغزوات نفس المقياس حتى البيض مشرية ونعامة تبقى درجة بالصحراء وسط الصحراء والصحراء من ناحية الشرقية والغربية إذا نسجن مقياس 49 درجة مئاوية تحت الظل كأعلى مقياس على أدرار تم نرس ووسط الصحراء عين سالح حالة البحر مشاهدينا الكرام من وجهة البلدية لهم إن شاء الله اليوم ستكون مختلف الشواطئ نقوم بحر شباب على العموم على أغلبية سواحل الشرقية سواحل تنس دلس قليل إطراب نوعا ما سواحل العوانة حتى المرصب المهيدي سواحل الغربية اتجاه الرياح السواحل الشمالية سواحل الشرقية حتى الوسطى ستكون شمالية تماما تعود ترجع الغربية تماما على سواحل الغربية سواحل مرصب المهيدي مشاهدينا الكرام نختمها بالغروب إن شاء الله على الساعة السابعة و 54 دقيقة نقلكم بقوا أوفيا لبرامج الوطنية تيفي بقوا على خير تلافوا رحتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر